هطول الأمطار على مدينة تكريت ألقى بثقله على المناطق القديمة فيها وخصوصا منها شارع الباشا حيث أدت إلى سقوط جدار أحد البيوت وإصابة ربة البيت فيه وإصابتها بكسور أهالي المنطقة ناشدوا الجهات المعنية بالالتفاتة للواقع الخدمي والمعيشي في منطقتهم المزيد في سياق التقرير التالي شارع الباشا وسط تكريت الذي طالما اقترن اسمه بالذكريات الجميلة لأهالي المدينة القدمة بات يعاني من رداءة طرقه وتهالك دوره الذي تعيشه أكثر العوائل فقرا خصوصا بعد كل موجة أمطار حتى انهار أحد جدران بيوتها على سيدة مسنة فأرداها طريحة الفراش لا تملك مالا لإجراء عملية لما أصابها من كسور والله هي تمشي هنا من الحنفية ووقع عليها ودفنت وهنا الجهال طلعناها من جوه وجوارين خطية وشالوها على المستشفى طلعت كسر بيها ما عرف من المطار من كين وهو ما يلوه هذا الورانا يكتون ماي من وراء هو أقع عليها أهالي الحي طالبوا الجهات المعنية بالالتفات والنظر لمعاناتهم التي أتعبتهم وهم يعيشون حالة مأساوية كل يوم لا يعرفون في أي لحظة يمكن أن تنهار عليهم دورهم التي تأويهم بالإضافة للنقص الكبير في الخدمات الأخرى الناشد المحافظ والسيد المحافظ والناشد الناس الخير تجي تزور هذا الحي شارع الباشة لأن بيوتها تعبانة وخصوصا هذا الجو مطار وعواصف ها يشوف لا سقوف لا شيء شارعه تعبان ووضعيته تعبانة حتى كهرباء تعبانة فنطلب من السيد المحافظ أنه يتكرم ويزور بس شارعه لأنه يشوف معاناة الناس هاي التعبانة يعني أكثر هنا الناس ترى بس الفقير قاعد بهاي الحي لأن إيجارات رخيصة بس شن الفائدة يعني بيوتها على ساعة يعني ما تتوقع اللواقع على الأطفال لون شي من هذا المطار والهاي يعني إذا الشطب هسا شوف بيتي والله سقوف ماكوا والله سقوف ما عندي وناشدت حتى نشرب على الفيز جدت منظمة ناشدت ناس يجون برايدة كل شي بس إنه يساولي سقوف يجون على هالناس هاي التعبانة فإن شاء الله يزورنا السيد المحافظ يشوف معاناتنا معانات ومأساة يعيشها أحد أقدم الأحياء في مدينة تكريت حي الباشا تفاقمت بعد موجة الأمطار الأخيرة مما يتطلب وقفة جادة من الحكومة المحلية والاتحادية لهذه العوائل المنكوبة ياسر عدنان قناة صلاح الدين الفضائية تكريت 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 تكريت